أبدى مسؤولنا بمديرية ماء صلاح الدين استغرابهم من الحملة الخاصة بإنبوب نقل الماء ضمن مشروع المزرعة بقضاء بهجي مؤكدين أن المشروع لم يتم استلامه لحد الآن وهناك تضخيم غير مبرر للحالة حيث مد هذا النوع من الأنابيب في منطقة جغرافية خاصة يحتمل تسرب نوعا من الحيوانات والتي تتم معلجتها بطرق فنية وأشاروا إلى أن ضخ كميات متواصلة على أساس التجربة هو لمعرفة نقاط الخلل ومعالجتها وهو ما يحصل بالفعل وقالوا أن وفدا من مديرية الماء سيكون برفقة قناة صلاح الدين لإزالة اللبس عن هذه القضية ومنع تحويلها إلى قصص مستنسخة على مواقع التواصل